بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي الطالب درسنا لهذا اليوم هو خلق الإثار سنتعرف اليوم إن شاء الله على مفهوم الإثار ومواقف الإثار وأثاره وفوائده إذن حديثنا اليوم عن خلق عظيم وهو خلق الإثار وهو طريق الفلاح والنجاح والحماية والوقاية عزيزي الطالب في هذه الأيام التي نعيشها نحن بأمس الحاجة لهذا الخلق نحن بأمس الحاجة لتطبيق هذا الخلق الإسلامي الرفيع فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتمتعون بهذا الخلق في الرخاء وفي الشدة أما نحن اليوم وبهذا الوضع العصيب الذي يمر على البلاد الإسلامية لا بد لنا من أن نتصف بهذا الخلق عزيزي الطالب سنتعرف الآن على مفهوم خلق الإثار من خلال اقرأ وأتأمل لنتأمل النص التالي قررت إدارة المدرسة استحاب طلبتها في رحلة مدرسية فرغب أحمد وعلي أن يذهبا فيها ولكن أباهما أباهما لم يوافق يا ترى ليش أبوهم لم يوافق على ذهابهما إلى الرحلة لأنه لا يستطيع دفع تكاليف الرحلة إلا لأحدهما لا يستطيع الأب دفع تكاليف الرحلة لأحمد وعلي لأنه تكاليف الرحلة عالية فلا يستطيع دفع تكاليف الرحلة للإثنين فآثر كل منهما آخاه على نفسه فقال علي أن يذهب أحمد وقال أحمد فليذهب علي وأنا أذهب في المرة القادمة لأن كلاهما قدم مصلحة أخيه على مصلحته فق وقال يذهب أخي هذه المرة وأنا أذهب مرة أخرى بما تصف موقف علي وأحمد إذن عزيز الطالب برأيك بماذا تصف موقف علي وأحمد أحسن تصفهم بأنهم عندهم خلق الإيثار طيب من خلال هذا النص ما هو المقصود بخلق الإيثار ماذا فعل علي وماذا فعل أحمد هنا كلاهما بداخله يحب ويرغب في الذهاب إلى هذه الرحلة ولكن في شعور داخله خلا يقدم حاجة أخيه المسلم على حاجته إذن الإيثار ما هو عزيز الطالب أحسنتم الإيثار أن تقدم حاجة أخيك على حاجتك إذن تقديم حاجة أخيك على حاجتك بالرغم أنه أنت محتاج هذا الشيء ولكن وجدت آخر بحاجة إلى هذا الشيء فإنك تقدم هذا الشيء مهما كان إلى الطرف الآخر هذا هو الإيثار عزيزي الطالب والإسلام حث على الإيثار حث الإسلام على خلق الإيثار لماذا علل؟ أحسنت لأنه يدفع المسلم إلى الشعور بحاجة الناس فيقدمها على حاجته لو سمحت حط علل عندها علل حث الإسلام على خلق الإيثار لماذا؟ لأن هذا الخلق يدفع المسلم أن يشعر بحاجة الآخرين ويقدمها على حاجته وهذا ما نسميه بالإيثار أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك وتقدم حاجتك على حاجة وتقدم حاجة أخيك على حاجتك أحسنت عزيزي الطالب إذا منذكر يا سادس وهذا الحكي أخذناه بخامس وأخذناه بسادس بالفصل الأول عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من مكة إلى المدينة وكلكم تعرفوا لما هاجروا المسلمين من مكة إلى المدينة تركوا كل أموالهم وتجارتهم وبيوتهم وكل ما يملكون في مكة لأن أهل مكة تعرفوا طلعوا أولا سرا لما هاجروا المسلمين طلعوا سرا وفي منهم طلع علنا ولكن تركوا كل شيء وإذا بتذكروا ربح البيعة أبا يحيا لما تركوا الأمواله ومقابل أنه هاجروا إلى المدينة المنورة طيب هذول المسلمين لما وصلوا من مكة إلى المدينة وصلوا كانوا فقراء لا يملكون المال والنبي صلى الله عليه وسلم كلكم تعرفوا آخا بين المهاجرين الذين جاءوا من مكة والأنصار لهم أهل المدينة المنورة طيب ماذا فعل أهل المدينة المنورة لهم الأنصار الأنصار لهم زي ما تعلمنا لنصر الدين ونصر النبي صلى الله عليه وسلم ما هي ردة فعلهم من بالذكر يا سادس أحسنتم ساعدوهم وقاسموهم أموالهم ومساكنهم ومزارعهم وآثروهم على أنفسهم حتى الفقير منهم قدم ما يستطيع تقديمه تخيلوا يعني من الشرط أنا أكون غنية لحتى أقدم لا ممكن أكون فقيرة وأقدم واضح ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ما هي الخصاصة عزيز الطالب الخصاصة هي الحاجة والفقر الخصاصة هي الحاجة والفقر يعني حتى لو أنت كنت فقير ومحتاج ممكن لسه في أفطر منك ومحتاج أكثر منك لذلك دائما نحكي الحمد لله رب العالمين لذلك عزيز الطالب الأنصار الذين قاسموا أموالهم ومساكنهم ومزرعهم قاسموهم مع المهاجرين هذا امتدحه الله سبحانه وتعالى امتدح الله سبحانه وتعالى الأنصار من أهل مدينة وأثنى عليهم ليش؟ السبب لأنهم آثروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين حين هاجروا من مكة المكرمة امتدح الله تعالى الأنصار من أهل المدينة المنورة وأثنى عليهم ليش؟ امتدحهم لأنهم آثر رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة قاسموهم أموالهم ومزرعهم إذن عزيز الطالب تعرفنا على مفهوم الإثار وتعرفنا كيف انتدح الله سبحانه وتعالى الأنصار من أهل المدينة وأثنى عليهم ولماذا؟ الآن سنتناول بعض المواقف التي كان فيها إثار من الصحابة إذن مواقف من إثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهنا جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعباءة لتهديها للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبته فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فطلبها منه فعلى الرغم أنها كانت عاجب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها إياه إذن هذا يدل على تقديم حاجة الغير على حاجة إذن هي عاجب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قدمها لغيره لأنها أعجبت فهذا هو نبينا الكريم أما الصحابة الذين تربوا وترعرعوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلمهم على دروس من الإثار فهذا أبو بكر الصديق عند دخول غار ثور دخل إلى الغار قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ حط عندها علل أبو بكر الصديق أصر على أن يدخل إلى غار ثور قبل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ أحسنتم خاف أن يكون في الغار شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عقرب أو أفعى أو إلى آخره مما يؤذي باللسع واللدغ فأصر أن يدخل الغار قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خايف أن النبي أذا فهذا دليل على إثاره للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم فلو هو أنأذى ما بهمه ولكن لا ينأذي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا موقف آخر لأبو طلحة الأنصاري الذي قدم عليه ضيف فلم يكن عنده من الطعام إلا عشاء يكفيه هو وأهل بيته يعني ما في عنده أكل في البيت إلا أكل وطعام يكفيه هو وأهل بيته فانتظر حتى نام الأولاد وطلب من زوجته أن تهيئ الطعام فهيئت الطعام فقال لها تظاهري أنك تصلح السراج السراج اللي هو الضوء ففعلا تظاهرت بذلك فأطفأته يعني خربت السراج عمدا ليش؟ ففعلت فجلس أبو طلحة مع الضيف في الظلام يهمه أنه يأكل وهو لا يأكل كان يمد إيده إلى الطعام ويرفعها ولكن هو لا يأكل لأنه خايف أن الضيف لا يشبع لأن طعامهم كان قليل فأكل الضيف حتى شبع وبات أبو طلحة وزوجته وأولاده جوعا فأخبر جبريل عليه السلام الرسول بما فعله أبو طلحة وزوجته مع الضيف شو كانت ردد فعل النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالخير والبركة وأبلغ أبو طلحة أن الله رضي عن فعلهما يعني شوفوا هذا التصرف من إثار الضيف على أولاده وزوجته ونفسه فقد قدم حاجة الضيف على حاجته هو وأولاده للطعام فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والبركة ورضي الله عن فعلهما أفكر أين ظهر خلق الإثار في موقف أبو طلحة مع ضيفه واضح عندما قدم حاجة الضيف في الطعام عن حاجة زوجته وأولاده ونفسه طيب هل هناك آثار للإثار وفوائد نعم نزع الحقد والحسد من القلب نزع الحقد والحسد من القلب لا يكون عندنا حقد ولا حسد من القلب ونشر المودة بين الناس وجعل المجتمع قوي متماسك يحب بعض البعض نحن في هذه الأجواء وفي هذه الأوضاع اللي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يشيلها عننا لو كل واحد تفقد جاره تفقد صديقه اللي بعرفه مثلا وضعه سيء أو في وضع حاليا يعني صعب لو تفقده لو قاسم لقمة الطعام بينه وبين جاره وين المشكلة؟ هذا كله يؤدي إلى نشر المحبة وما بيصير فيه عندنا حقد وحسد إنه فلان والله عنده وهو ما عنده بشيل هذا الحسد من الناس في العكس لازم نكون يد وحده ونتكاتف مع بعضنا البعض حتى ربنا سبحانه وتعالى يشيل عنا هذا الوباء وهذه الغمة وأحب أن أذكركم إنه رحمة الله سبحانه وتعالى في السماء لا تتنزل على الأرض إلا إذا إحنا بيننا وبين أنفسنا رحمنا بعض طول ما إحنا ما منرحم بعض إحنا كبشر ربنا سبحانه وتعالى رحمة ما رح تتنزل علينا يعني مثلا شوي أنا خرجت عن موضوع الدرس ولكن هو له شأن في الإيثار طول ما إحنا كمجتمع ما في عنا تواد وتراحم فيما بيننا فتأكدوا ربنا ما رح يزيل هذا الوباء عارفين ليش؟ لأنه رحمة ربنا متعلقة برحمتنا إحنا لبعض إذا إحنا رحمنا بعض وتكاتفنا مع بعض وآثرنا غيرنا على نفسنا وتكاتفنا مع بعض وكان في عنا إيثار إتأكد أنه ربنا سبحانه وتعالى رح يزيل هذا الوباء عرفتوا كيف؟ إذا رحمة الله متعلقة برحمتنا نحن في الأرض لبعضنا مش زي ما للأسف في بعض الحالات الجشع وكل واحد بس بيفكر بحاله وكيف بدو يطلع من مأزقه لأ إحنا لازم نفكر كلياتنا تفكير واحد كيف كلنا نتساعد لحتى رحمة ربنا تنزل علينا إحنا مع بعضنا البعض نرحم بعضنا البعض ونتكاتف ونآثر أخونا المسلم على نفسنا وحتى لو كان في عنا فقر ما تحكي أنا فقير لا أستطيع أن أقدم لا حتى لو كنت فقير تستطيع تقديم لو الشيء القليل إذن عزيز الطالب أتمنى من الله صبحنا وتعالى أنه ينزل رحمته علينا ويزيل هذا الوباء والفيروس عننا وأنه يرجع الوضع زي ما كان أول ولذلك متعلق عزيز الطالب برحمتنا إحنا لبعضنا البعض ما نكون أنانيين لأنه المؤمن مش من صفاته الأنانية المؤمن بفكر من صفات المؤمن أنه يحمل هم شؤون الآخرين مش بس نفكر بأنفسنا لذلك لابد لنا من التفكير بالآخرين عزيز الطالب أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه نكون حققنا الأهداف المرجوة من الدرس وفهمنا شو معنى الإثار أنه أنت تقدم حاجة أخيك المسلم على حاجته في نهاية درسنا في نهاية هذا الدرس أتمنى تحل وأختبر معلوماتي على الدفتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت معكم معلمتكم بسم المشارقة ترجمة نانسي قنقر